مين تاني غير سديق أكولة؟ أروح للعب من الدور المغربي بما أن الزمالك والأهل بدأوا من يتسوقوا من الدور المغربي ولعب كواس جداً يتميز أنه بلعب في قلب الملعب ويتميز أنه بلعب يمين كمان لو الزمالك عايز يدعم بقى يعني كده هو لعب مميز جداً لعب الجيش الملكي أمين زحزوح أمين زحزوح لعب مميز جداً تعال نبص على النقطة ده مساهماته 12 هدف في الدوري و12 هدف في الموسم 10 اصناعة 22 مساهمة رقم مميز برضو خلي بالك الأرقام لازم الناس تحطها في حاجة أنا ما أتكلمش في دوري إنجليزي هتكلم في الدوريات بتاعتنا العربية دي دي الأرقام اللي لعب النكحة في الدوريات بتاعتنا بتحقق كيف نشأ الرجل ده نشأ جاي منين؟ تعال نبص في حياتنا أكاديمية محمد السادس اللي هي أكاديمية مميزة تعالى في تاريخ الانتقاله نشأ منها دي أخراجت لعبين كتير راح تجربة احتراف في فرنسا بعدها راجع على التحاد تانجا وبعد كده راح على الجيش الملكي والقيمة السوقية بتاعته في ارتفاع في سنه ده القيمة السوقية بتاعته في ارتفاع ده دليل إن اللاعب قاعد يزيده كريم يعني اللاعب راجل قاعد يزيده بيتطور ويبقى حسن وانت دلوقتي انت لسه كمان اللاين طالع انت بتتكلم في اللاين طالع وعلى فكرة اكاديمية محمد السادس اخرجت اكتر من اللاعب مميز جدا في الملعب عنده نفس المزايا بتاع صديق اجولة مع قدرات اكتر في قلب الملعب يعني صديق اجولة بيتماس كده راجل ده بقى ينفع توظفه كمان عشرة عشرة بشكل اجريسف على المرمى بشكل كويس جدا انا بشوفه انه هو يعني دايما عندنا دايما بتبقى على الدور المغربي والدور الجزائري هو واحد من افضل اللاعبين في الدوريات شمال افريقيا ومستو بقى بيلعب حلو قوي في قلب الملعب اللي هي الحتة الزحمة دي الحتة دي صعبة الزمالك عنده نصر ماهر بيقدي فيها بشكل كويس لكن امينزا حزوح عنده ادفانتج عن نصر شوية اللي يدي التنوع للزمالك شوية حتة التسجيل على المرمى انا محترم اللاعب اول اللي بيعرف يسجل بيمينه وشماله بشكل كويس جدا انا كوالفاكة التسجيلة رائعة برجله الشمال ودي اللي يجله اليمين اللي عبلها كابل رجله اليمين هو لعب ايمان بس بيشتغل بشماله برضو كويس وبيشتغل في قلب الملعب بشكل رائع كريم انا يمكن اكتر اللي شادتني بصديق قوله امينزا حزوح ان هم قادرين على اللعب في قلب الملعب والمساحات دي لان الزمالك لو تبص كده بيدور على دي يعني ما ينفعش تجيب اللقصات زيزو يبقى لعب خط تاني لو الزمالك عمل دي حيبقى عمل جريمة في تكوين الفريق حيبقى عنده اتنين لعبين بلعبوا على خط ويبقى عمل زي الراجل اللي أصلع عارف انت شوية شعر هنا وشوية شعر هنا والمنطقة اللي بيجي منها الاهداف بقى المهمة دي الزمالك بيفتقد والراجل عنده قدرة برضو على التمرات الحاسمة خلينا نكتفي بالنقطة دي بس أنا بستعرض فكرة هو غير الاهدافه كمان ممرر جيد يعني لعب جيد في قلب الملعب هو من اللاعبين فعلا من أبرز اللاعبين اللي بلعبوا في دوريات شمال أفريقيا اللي هي سوق مناسب جدا للأندية المنصرية